السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي مسلسل لقلق أنتوا دلوقتي كل يوم بنفكر الحلقة الأخيرة هتكون إيحنا عارفين أن كان فيه فلاشباك أن الحلقات ابتدت من النهاية للأول يعني ابتدت بأن لقلق دخلت العمليات وأن لقلق اتقتلت وهي لسه في غرفة الرعاية المركزة كله بيفكر مين اللي قتل لقلق سواء كان طارق نصار نتيجة الفيديو اللي شافوا عن لقلق وطلقها لتاني مرة ولا بدر اللي عايز ياخد فلوسها ولا مروة اللي طمعانة فيها ولا أبوها اللي بيدور أنه ياخد منها على قد ما يقدر بحيال مختلفة ولا نهال علشان تنتقم عشان طارق نصار رحلها وسبها وبنتها توفت وأبوها ما اعترفش بيها وداليا مراد طارق اللي شافت أنه هو طارق فضلها أو فضل لقلق عنها وهو بعيد عنها بسبب لقلق كتير قوي بيحوم حوالين منهم الشكوك لكن الدرامة العربية جماعة بتخلي أن تملي البني آدم اللي مش مصير للشكوك أو اللي بتبعد عنه الشبهات هو اللي بيكون اللي عمل الجريمة ده لو الجريمة حصلت لو هي فعلا اتضربت وماتت أو أن هي تكون حيلة هي عاملها علشان تخلي كله يخبط في بعض ويجي لها حقها اللي ضاع وتصورت وحصلت مشاكل كتيرة فكله يبقى قدام طائلة القانون في ناس كتيرة قالت أن اللي قتل لقلق هو البعيد خالص عن الشبهات وهو مجدي ونشروا كده عبر موقع التواصل الاجتماعي لفيسبوك وجابوا صورة له أنه هو اللي قتل لقلق لأنه هو آخر واحد بعيد عنه الشبهات طب هو قتلها ليه طالما بيحبها هل هو ملاقاش منها فايدة وأنه حصل له ضغط نفسي تسببت أنه هو يموتها أو يضربها متهيق لي ممكن الاحتمال ده يكون بعيد شوية ولا أبوها الطماع اللي عايز ياخد منها أي فلوس حتى لو تنازل عن بنته حتى لو بنته ماتت مش في دماغه أو تقتلت في دماغه الفلوس بس أكيد في لغز في وفاة لقلق تأجير الشخص يا جماعة الحكاية كلها هتبقى عبارة عن أن لقلق ما ماتتش ولا حاجة وأن هي تمثيلية سبكاها هي ومججي علشان خاطر يعني هي لقيت كل اللي حوالين منها في كتير جدا منها في كتير شايلين منها غل في قلبهم وهي ما أسقتش لحد فهي حبت أن هي توقحهم كلهم في مقلب وهي ما ماتتش ولا تقتلت لأن لو تلاحظوا في أول حلقة وهو النيابة بتحقق بيقولوا أنه مفيش حد دخل الفيلا بتاعتها يعني الحراسة موجودة برا فاللي دخل أكيد مش من برا الفيلا أكيد من جوه الفيلا طمين الجوه الفيلا مفيش على غير هي ومججي وطارق حصل بينها وبينه خلاف واتطلقوا مع بعض طمين اللي تسبب فقت لها فأكيد هي حيلة ضاقة عن توقع الشخصي مدبرها لقلق علشان تخلي كله يبنى على حقيقته قدامها لو وصلت الوقت ده من الفيديو تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب للقناة دمتم في أمان الله تحياتي لكم أينما كنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته